وإنجيل الساعة الحادية عشر يوبخنا لعدم إيماننا تلاميذ مش جادرين يخرجوا شطان لماذا يا رب لم نستطع أن نخرج الشياطين جل لعدم إيمانكم لعدم إيمانكم لو كان لكم إيمان مثل حبة خردل تقولوا للجبل انتقل فانتقل تقول لي ما احنا مش جادرين ننجل الجبال لا أبقنا نجل الجبل المقطم ولكن متيحنا يريد أن ينقلنا من الفكر المكاني المحسوس إلى الفكر الغير مرئي بالبطيرة الوحية هي يا رب يقول عندما نصنع خطية تتساقل جبال الخطية على أكتافنا لو لنا إيمان بهذا المسيح المخلص نستطيع أن نلقيها ونعود مبررين أطهار تعالوا إلي يا جميع المتعبين وسقيل الأحمال وأنا أريحكم يوجد جبال من الخطية نستطيع أن ننتصر إليها بإيماننا وثقتنا في أبونا السماوي مخلصنا ومقدسنا المتألم مسيحنا القدوس هذا هو مسيحنا نعم جبال المشاكل علمنا مسيحنا قلبي تستطيعون أن تفعلوا كل شيء وبدوني لا تقدروا أن تفعلوا شيء تقدر تعمل يا رب أستطيع كل شيء في المسيح يسوع الذي يقويني والغير مستطاع عند الناس مستطاع لدى الله يعني ربي جبال المشاكل أقدر أغلبها أيوة هذا هو مسيحي أين هو إيمانكم ضعف إيماننا سببه الرئيسي أننا لم نعرف مسيحنا بعد إن اقتربنا منه واشتركنا معه واتحدنا به وسرنا معه في ألامه وحملنا خلفه الصليب سوف نعرفه لا أعرفه وقوة قيامته وشركة ألامه متشبها بموته هذا هو أبوي السماوي هذا هو إلهنا القدوس الذي طهر أوروشاليم هذا هو مسيحنا الذي قال بيتي بيت الصلاة يدعى ينفع ندخل بيت ما نتعرفش على صاحب البيت ينفع ينفع حد فينا هذا بيت الله كيف تدخل بيت الله ولا تتقابل معه رب هذا البيت وتتعرف عليه وتعيش معاه وتقول له أجعد فيني يا ربي في الحتة اللي أنت عايزني فيها أنا يا ربي هجعد فيها شكرا لك يا رب أنك ديتنا بيت عشان نقعد فيه شكرا لك يا رب أنك أنت جبلت تسكن جوة جلوبنا فأنتم هيكل الله وروح الله ساكن فيكم نشكرك يا إلهنا أنك نجلت أوروشاليم المكانية إلى أوروشاليم القلبية ليسكن روحك القدوس في داخلنا ونتعرف عليك يا مسيحنا لأنك أنت علمتنا وجلت ها ملكوت الله إيه داخلكم جوايا إن كان الملكوت داخلي فأبوي السماوي يسكن داخلي بروحه القدوس هلما نتعرف عليه كأب ومخلص ومقدس أب نتحد به فأعطانا هو جسد ودمه لكي نتحد به لنسير خلفه حاملين عاره شايلين الصليب خلف مسيحنا لكي ما نفرح بالقيامة المجيدة يا أحبائي تعالوا إسبوع الألام بمشاعر قلبية أبونا قدس البابا ومسلس الرحمات ربنا ينيح نفسه ويد العمر الطويل لأبونا قدس البابا توادروس الثاني يقول من لا تهتز مشاعره في إسبوع الألام بمعنى أنه يتعرف على شخص المسيح وينزل دموع في إسبوع الألام لن تتأثر مشاعره باقي العام لو إحنا ما تعرفناش عليه في إسبوع الألام عن قرب واتحادنا به اتحاد حقيقي وأتزوق حلاوة مسيحنا بكل ما فيها من قوة القيامة ومن شركة الألام وشركة موته وقيامتهم من بين الأموات إمتى هنتعرف على مسيحنا هذا شكرا لك يا رب إنك ديتنا هذه الفرصة أن نتمتع بمعرفة شخصك المقدس شخصك الكدوس لكي ما نتحد بيك ونفرح بيك قودنا جميعنا يا مسيحنا في موقف نصرتك عرفنا ذاتك واكشف لنا عن ذاتك وعرف كل واحد فينا من هو أنت أنت إلهنا القدوس إلهنا الأب الحنين إلهنا الفادي والمخلص إلهنا الذي خصصنا له شعبا مقدسا مباركا الله قادر أن يبارك هذه الكلمات بركة أمنا الطهرة من نور مريم وبركة أول الشهداء الشهيد العظيم السفنوس بركة صلوات أبينا ورعينا صاحب الغبطة والقداسة الباب والأنبطة وضروس الثاني إلهنا كل مجد وكرامة وعزة وسجود في كنيسة المقدسة من الآن والأبد آمين شكرا للمشاهدة للمشاهدة